السوق المسقوف معلم من معالم حمص القديمة وهو معلم أثري بامتياز يضم الكثير من الأسواق الصغيرة التي تسمى بأغلبيتها بحسب المهنة المزاولة فيها وأغلبها يعود لفترات زمنية مختلفة سمي بهذا الاسم لأن كثير من أجزائه مسقوفة أو مغطاة وكان يحيط بهذا السوق صور حمص الأثري على أربع مراحل بدأت الحكومة الصورية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لشؤون الإنماء بترميم السوق المسقوف ليعود كمكان وتبلغ مدة المرحلة الواحدة لترميم السوق المسقوف نحو ستة أشهر وذلك نتيجة الدمار الذي أصاب أجزاء واسعة منه خلال فترة انتشار الجماعات المسلحة في أحياء حمص القديمة تم استكمال تأهيل بعض المحلات التجارية ضمن المرحلة الثالثة اللي نحن اللي عم نشتغل فيها حاليا وصار عدد المحلات اللي تم تأهيلها حوالي 681 محل دمار كبير تعرض له السوق المسقوف استهدف معالمه الأثرية التي حولها المسلحون إلى مقارة عسكرية ومخازنة للسلاح يضم هذا السوق الأثري أكثر من 600 محل تجاري ويبلغ عمر أبنيته أكثر من 1500 عام وهي ستخضع لمراحل الترميم عبر المراحل الأربعة التي قد تستغرق عامين يعني كتير فرقة الأمور فعلا يعني هي أصلا الأسبوع الأثري هي بترجعنا للذاكر الأديمي بترجعنا نحن كيف كنا عايشين بهذه السعادة الألفي الحمد لله بعمل الحركة كتير عم تتحسن ويوم عن يوم أفضل بكتير عن وراه بتاع تفرجت السوف الأسواء يعني كتير في عالم بعد عودة الأمان والاستقرار إلى أحياء حمص القديمة بات السوق الأثري يشهد اندعاشا في الحركة الاقتصادية حمص التي كانت ملتقى القوافل التجارية المختلفة ستنبض بالحياة والازدهار